أحد عشر يمنيا مؤسسة خيرية ومركز سوبر ماركت ضمن قائمة اتهام بدعم تمويل الإرهاب في اليمن قائمة خليجية أعلنتها هذه المرة رياسة أمن الدولة السعودي التي أكدت في بيان لها أن إعلان هذه القائمة يأتي في إطار استهداف القادة والممويلين لتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن بيان أمن الدولة السعودي الذي نشرته وكالة واس السعودية قال إن الأسماء المصنفة بالإرهاب تم إدراجها بمشاركة الولاية المتحدة الأمريكية بناء على إجراء اتخذ من قبل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب وهو المركز الذي أنشي في مايو الماضي بالشراكة بين الرياضي وواشنطن بنظر مراقبين فإن هذا الإجراء السعودي الأمريكي يعد أول تحرك مشترك ضد تمويل الإرهاب حيث أكد مسؤولون بالإدارة الأمريكية ليرويترز شراكة أمريكا مع دول خليجية في صدور القائمة الأخيرة ويرى محللون أن هذه القائمة أمريكية بواجهة سعودية فبعض الأسماء التي فيها مدعومة من الرياض وأخرى ما زالت حتى الآن مقيمة فيها بينما تضم القائمة أسماء محسوبة على الشرعية مثل محافظ البيضاء السابق نائف القيسي وعبد الوهاب الحميقاني القيادي في حزب الرشاد وعادل عبد فارع قائد كتائب أبو العباس بالإضافة إلى أسماء غير مشهورة القائمة المعلنة أثارت الاستغراب حول إدراج مركز تجاري مجهول في قائمة تمويل الإرهاب لكنها فتحت تساؤلات عن أهداف السعودية التي لم تدرج حتى الآن قيادات في ميليشيا الحوث وصالح في قائمة الإرهاب في الوقت الذي تصنف فيه بعضا من المؤيدين لها والشرعية كداعمين لتمويل الإرهاب